بين مخيم اليرموك في سوريا ومخيمات اللاجئين في غزة تتشابه الصورة لكن قصص القتل تختلف أدواتها فداء أبراش واحدة من اللوات استطعن أن ينفذن بجسدهن من جوع اليرموك هروبا إلى غزة عبر تركيا ثم مصر تركت فداء قبل أيام طفلها ابن العامين هناك وهربت من جوع المخيم وسكنت هنا تصارع حنين الأمومة ابني أنا تركته ما بعرف شي عنه وزوجي ما بعرف شي عنه فأنا طلعت من الحصار والجوع الموجود في المخيم وهنا قصة مشابهة للهروب من اليرموك لكنها مختلفة في مأساتها محمد يوسف ترك عائلته وأهله وهرب إلى غزة وعلى لسانه قصص المخيم الذي غادره مجبرا تحت تهديد الموت من الجوع لا يستطيع الإعلام تصوير كل حجم المأساة في مخيم اليرموك يعني تقريبا التقارير بتحدث عن كل أربع ساعات في شهيد من الجوع كل ثمان ساعات في شهيد من قصف من قنص وأمام هذه القصص المأساوية ماذا فعلت حماس وماذا تملك من أوراق لإنقاض مخيم اليرموك حركة حماس تقدمت مبادرة في هذا الجانب وأعتقد أنها تراعي كل الأطراف المتصرعة في مخيم اليرموك وتضع كل المستويات الفلسطينية عند مسؤولياتها للعمل على حماية المخيم من مخيم اليرموك إلى مخيم جباليا رحلة لجوء فلسطينية جديدة تجاوزت في قساوتها عذابات اللاجئ الفلسطيني وصولا إلى جحيم الموت جوعا للمؤسسة اللبنانية للإرسال انترنشنل من غزة شريف النيرب